هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ وكيف رد القرآن الكريم على المشككين بحادثتي الإسراء والمعراج؟ هل عرج النبي إلى السماء السابعة بروحه أم بجسده؟ في هذه الليلة المباركة أيها الأحبة سنتأمل حادثة المعراج كما تناولها القرآن الكريم ونتذكر هذه المعجزة الكونية التي أعطاها الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة هناك بعض الناس يشكك بأي معجزة لا يتقبلها دماغه مع العلم أن القرآن ذكر من المعجزات ما هو أعجب من ذلك ذكر قصة خلق آدم من تراب هذه أكثر إعجازا من الإسراء والمعراج ذكر قصة ولادة سيدنا المسيح عليه السلام من دون أب طيب كيف حدث ذلك معجزة ذكر أنه خلق الكون من لا شيء كان الله ولم يكن شيء غير الله وخلق كل شيء طيب كيف حدث ذلك طيب هذا الإله العظيم الذي خلق كل شيء من لا شيء سبحانه وتعالى وأحكم بناء هذا الكون وخلق هذا الإنسان المعقد جدا لا يعجزه أن يمنح حبيبه عليه الصلاة والسلام معجزة يرى من خلالها عظمة الكون ويهيئه فيها للرسالة الخاتمة الأنبياء كلهم رأوا معجزات أيها الأحبة يعني مثلا سيدنا إبراهيم ماذا قال الله في حقه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين طيب كيف رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هل يعقل أنه كان جالسا ومجرد نظر إلى السماء رأى ملكوت السماو والأرض نحن لا نعلم التفاصيل الدقيقة كيف رأى إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات وملكوت الأرض معنى ذلك أنه رأى آيات لم يرها الناس من حوله كذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما بعثه الله رحمة للعالمين للكون يعني ليثبته ويعلمه ليستطيع أن يبلغنا أعظم كتاب على الإطلاق لأنه آخر كتاب وآخر نبي وآخر رسالة فلابد أن يأخذه الله عز وجل في رحلة كونية ليريه ملكوت السماوات والأرض وانظر إلى القرآن عندما قال في حق إبراهيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت ليس السماوات طيب كيف رأى السماء الثانية والثالث نحن لم نرها حتى الآن العلم لم يرى إلا السماء الدنيا لأن كل هذه النجوم موجودة ضمن السماء الدنيا قال تعالى وَزَيَّنَّا السماء الدنيا يعني أدنى سماء الأولى الدنيا القريبة إلى الأرض وَزَيَّنَّا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير فإذن كل ما نراه من مجرات وكواكب ونجوم كله ضمن السماء الدنيا نحن لم نرى السماء السابعة ولكن سيدنا إبراهيم رأىها بنص القرآن وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين إذن هدف الرحلة الكونية زيادة اليقين فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب في رحلة المعراج على دابة اسمها البراق وانظر إلى هذا الاسم المعجز لأننا نعلم أن أسرع شيء هو الضوء أقصى سرعة كونية الآن موجودة هي الضوء ولكن هذا البراق يضع رجله على منتهى ما ينتهي إليه بصره يعني أسرع من الضوء بمليارات المرات وبالتالي صعد إلى السماء السابعة ربما بلمح البصر أو إلى السماء الأولى ثم الثانية وهكذا طيب هناك سورة يعني قد يقول قائل ما هو الدليل على أن المعراج قد حدث بالجسد والروح وليس كمنام أو كرؤية لأن بعض الناس يقولون المعراج هو رؤية رأها النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على أصحابه الكلام هذا غير صحيح بنص سورة النجم بدأت بقسم يقول الله تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى يعني هذا النبي الكريم عندما حدثكم أنه عرج إلى السماء ثم انظر معي أخي الحبيب كلمة معراج وعروج وعرج كلمة دقيقة علميا لأنه لا توجد حركة مستقيمة في الكون الحركات في الكون كلها تعرجية شمسنا وقمرنا وأرضنا والمجرة والسدم الكونية والكواكب كلها تتحرك حركة تعرجية لا توجد حركات مستقيمة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى السماء لم تسمى عملية الصعود أو الذهاب أو المشي أو السير لا العروج لأن المعراج يعني أن تسير بطريق متعرج وهذا مطابق للحقائق العلمية اليوم لأنك لا تستطيع أن تسير في الكون بخط مستقيم وبالتالي اسم هذه الحادثة فيه إعجاز من أين جاءوا بهذا الاسم؟ لو كما يظن البعض أن أحد الناس افترى على النبي وقال المعراج وألف هذه القصة من أين جاء بهذه التسمية الدقيقة علميا؟ هذا أولا ثانيا لماذا يقسم الله بالنجم إذا هوى؟ لماذا استخدم القرآن آية كونية والنجم إذا هوى؟ النجوم أيها الأحبة تهوي في الثقب السوداء هذا نوع من أنواع والنجم إذا هوى لأن الثقب الأسود كما تعلمون له جاذبية هائلة جدا ويستطيع أن يبتلع مليارات النجوم إذن والنجم إذا هوى هذه آية كونية حديثا رأيناها من خلال الدراسات العلمية والحسابات طيب ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى عندما كذبه المشركون وقالوا له أنت يعني تتوهم قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى من هو؟ يعني هذه الآيات تتحدث عن الغاز أم تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ثم قال وهو بالأفق الأعلى أين هذا الأفق الأعلى؟ في السماء السابع ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من ربه فأوحى إلى عبده ما أوحى بسبب تكريم هذا النبي قربه الله إلى السماء السابعة ودنى من ربه وعلمه الله مباشرة علم الأولين والآخرة لذلك النبي أخبرنا عن علامات الساعة وكثير منها تحقق من أين جاء بهذا العالم؟ من الله عز وجل صبر على قومه بلغنا هذا القرآن المعجز المليء بالمعجزات لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا من أين جاء بهذا؟ من ربه مباشرة سبحانه وتعالى وبالتالي هذا النبي الكريم أوحى الله له هذه التعاليم ولا غرابة في ذلك نحن لدينا آية في القرآن عن سيدنا موسى ونحن نعلم أن رتبة سيدنا محمد أعلى من كل الأنبياء هو خاتمهم وهو سيدهم وهو رحمة للعالمين لا يوجد نبي أرسل رحمة للعالمين إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي سيدنا موسى قال الله في حقه وكلم الله موسى تكليمه طيب لماذا تصدق؟ فكر بعقلك أخي الحبيب لماذا هؤلاء المشككون يصدقون أن الله كلم موسى ولم يكلم محمدا ما هو المانع يعني؟ هذا نبي وهذا نبي كريم وكلم عيسى أيضا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إلى آخري هنا قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى إذن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية أهم رؤية البصر لأن البصر يخدع لأن هذا البصر أخي الحبيب يتوقف في السرعات الهائلة والمسافات الهائلة يتوقف تصبح الرؤية رؤية القلب والفؤاد ورؤية الفؤاد أدق بكثير من رؤية البصر لأن الساحر قد يخدع بصرك ولكن لا يستطيع أن يخدع فؤادك أنت قد تتوهم وترى شيء يعني غير حقيقي وهناك أشياء البصر لا يراها أيضا يعني نحن أبصارنا محدودة في رؤية مجال محدد من الطيف الضوء من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي فقط أما ما فوق البنفسجي لا نرى تحت الأحمر لا نرى الفؤاد يرى الرؤية الفؤادية ترى أشياء أعمق وأوسع بكثير مما يراه البصر لذلك قال تعالى لم يقل ما كذب البصر ما رأى قال ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى تناقشونه وتشككون في ما رأى ولقد رأاه نزلة أخرى أي رأى الله عز وجل طيب ما المانع أن النبي يرى الله عز وجل بهيئة الله يريدها هكذا طيب كلنا سنرى الله عز وجل يوم القيامة كما في الحديث الصحيح فإذا كنت أيها العبد أنت سترى الله يوم القيامة ما المانع أن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي أرسل رحمة للعالمين أنه رأى الله عز وجل يعني لا يوجد مانع عقلي ثم إن الإنسان لا يستطيع أن ينظر مباشرة إلى الله الله عز وجل يعني يتجلى عليه بطريقة ما بشكل ما هو أعلم بذلك هذه أمور غيبية على الأقل إذا لم تقتنع بها لا تنكرها لا تنكر قل أنا لم أفهم لم أستوعب ولكن لا تنكر ما فائدة الإنكر يعني أنت لم تذهب إلى السماء ولم تقوم مع النبي ليلة المعراج ولم ترى أي شيء فما الفائدة من الإنكر ولا شيء سوى التشكيك فقط ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هذه الآيات عن ماذا تتحدث بالنسبة للذين يشككون برحلة المعراج تتحدث عن أوهام لا رأى ربه عند مكان اسمه سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى هنا استخدم القرآن البصر قال ما زاغ البصر وما طغى إذن كان يرى دفؤاده صلى الله عليه وسلم وبصره لم يزغ ولم يطغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما المانع أن يأخذ الله عز وجل حبيبه في رحلة كونية ليعلمه ويرحمه ويواسيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل كثيرا أوذي كثيرا كان مهمته أن يبلغنا هذا الكتاب العظيم أن يطبقه تطبيقا عمليا يعني صعب جدا إنسان أن يطبق هذا القرآن الذي طبقه مئة بالمئة هو النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك أحبتي في الله حادثة المعراج هي معجزة للنبي والنبي لم يطلب منهم أن يؤمنوا بسبب هذه المعجزة هو جاء ليخبرهم بما حدث معه فقط ولكن المعجزة هو هذا هذا هو المعجزة هو القرآن هو المعجزة الخالدة سيدنا موسى عندما ألقى العصة إلقاء العصة وتحولها إلى الثعبان هو دليل على صدق رسالة موسى فكذبوا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بعد رحلة المعراج ويقول لهم انظروا هذه معجزة حدثت لي ولم يرها أحد إلا أنا لا المعجزة يجب أن يراها الناس مثل انشقاق القمر كذبوا فيه رأوا الكثير من المعجزات المادية كذبوا فيها وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر ممين سموه ساحر وقالوا ساحر أو مجنون فإذن أخي الحبيب هنا هذه رحلة كونية أكرم الله بها حبيبه وعلمه أنا كمؤمن أؤمن أنه فعلا كلم الله وراء الله وأخذ التعاليم مباشرة من الله وأخذ علوم الأولين والآخرين من الله عز وجل تكريما لهذا النبي الكريم لأنه سيحمل رسالة هي الرسالة الخاتمة وهو الرحمة للعالمين وبالتالي هذا أمر طبيعي أما بالنسبة للمشكك بعض الناس يقولون إنهم طلبوا أن يرقى في السماء وقالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحانه ربي هل كنت إلا بشر الرسول يقولون هذه آية دليل على أن النبي لم يرقى في السماء يا أخي افهموا المشركون طلبوا من النبي أن يرقى في السماء أمام أعينهم وأن ينزل لهم كتابا يلمسوه من السماء هذا الأمر معجزة مادية ملموسة يراها فقط من عاصر النبي الذين يأتون بعد النبي لا يستطيع أحدهم رؤية هذه المعجزة إذن هي معجزة مادية ستبقى لمجموعة محددة ولكن الله أراد أن يقول لهؤلاء إن معجزة هذا النبي هي هذا القرآن الخالد الصالح لكل زمان ومكان نرى إعجازه في كل زمان ومكان لم يستوعبوا ذلك لذلك معجزة المعراج هي التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم له ومواساله بغض النظر عن هؤلاء المشككين القرآن لم يطلب منهم أن يتخذوا المعراج كمعجزة مادية ملموسة هو أخبرهم وقال لهم أفاتمارونه على ما يرى ثم جاءت تعاليم القرآن العظيمة لتعجزهم بلاغيا ولغويا وبيانيا وتشريعيا التشريع الموجود في القرآن لمثيل له في العالم أيها الأحد بل لا يوجد كتاب اليوم في العالم هو كتاب هداية وكتاب رحمة وشفاء وكتاب قانون وكتاب تشريع وكتاب علم وكتاب تجد كل ما تحتاجه في حياتك أعطوني كتاب واحد مثل القرآن لا يوجد الآن هناك مئات الملايين من الكتب أعطوني كتاب واحد فقط فيه كل هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات التي هي منهاج حياة لكل مؤمن لذلك أحبتي في الله يعني حادثة المعراج حادثة جميلة جدا ويجب أن نتذكرها كل عام ونتذكر كيف أكرم الله حبيبه عليه الصلاة والسلام وكيف أن هذا النبي الكريم حمل أمانة كبرى بلغنا إياها فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا النبي قدوة لنا وأسوى حسنة لنا وأن نتذكره دائما بهذا الإعجاز وهذه المعجزات وحب ذا لو نقرأ سورة النجم نتفكر فيها لأن فيها الكثير من الآيات والمعجزات إن شاء الله في لقاءات قادمة نتأمل أسرار هذه السورة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق